الاتفاق والتوافق شتان بين المعنيين في تشكيل الحكومة العراقية فالاتفاق على تشكيلها بأغلبية وطنية يختلف عن التوافق في تقسيم المناصب التهركات السياسية لعقد اجتماعات للتفاوض في شكل الحكومة الجريدة أخذ أكثر من معنى ولعل الضغوط ستفرز نتائجا لا ترضي الشارع العراقي الأغلبية طبعا هي نتيجة نتائج مرحلة انتخابية وأيضا حاجة ملحلة لرأي الجماهير العراقية أن تكون هناك بديل عن الأنظمة السياسية الأغلبية الوطنية والأغلبية السياسية اليوم الأغلبية السياسية تحتاج إلى الاتفاق على المناخات العامة إذا لم يكن هناك توافق في إدارة الملف السياسي قد يكون اليوم البعد هو كبير ما بين التوافق والتوافقية ربما قوة السياسية لا تقبل أن يكون هناك جزء من وجودها بالسلطة التنفيذية أو بمهام المؤسساتية الضغوط الكبيرة التي أوصلت القوى السياسية إلى طرق مقفلة كفيرة بأن تنتج عملية سياسية مشابهة لحكومات السابقة على رغم من أسرار التيار على حكومة أغلبية إلا أن ممانعة بعض القوى السياسية جعلت العراق في وضع لا يحسد عليه يعني بالحقيقة هو الوضع العام هو الذي سوف يجبر الكتل السياسي على الذهاب بالتوافقية أو إلى التوافق في الوقت الحالي كما تعلم أن المشهد السياسي الذي نراه الآن يعني يخضع لمبدأ المتغيرات كل يوم تجد الظروف السياسية هي تجبر القوى السياسية على اتخاذ اتجاه أو طريق معين العراق لا يتحمل أكثر باحتبار هناك وضع أقليمي معقد ووضع دولي معقد والعراق يؤثر ويتأثر بالوضع الأقليمي والدولي لذلك ملزمة كل الكتل السياسية أن ترتقي إلى مستوى التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه العراق بالأساس شكل الحكومة لا بد أن يكون بالاتفاق على تشكيلها بالمكونات العراقية الثلاث لكن لا على أساس المحاصصة المطالبات العراقية تكمن في وجوب تسمية رئيس بزراء مستقل لا يفرض على البلد بطريقة محاصصاتية تعيد العراق إلى المربع الأول الانتفاق على تشكيل الحكومة يختلف عن التوافق في تشكيلها فتلك لحل الأزمة السياسية وحسم ملف الكابينة الوزارية أما التوافق فيعني تقسيما لمناصب الدولة على أساس المحاصصة وهو ما لا يرتضيه الشارع العراقي من بغداد محمد فراس قناة التغيير شكرا شكرا شكرا